اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دول ساحل منذ وجود الإمام المغيلي الذي بقي في أفريقيا الغربية لمدة عشرين سنة جل المخطوطات التي ألفت في أفريقيا الغربية إذن يجب أن ننظر إلى الخط الذي تبعه الإمام المغيلي في نشر الدين الإسلامي الإسلام والطريقة والطريقة القادلية التي كلفه بها الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالي بي نعطوهم قاعد الاهتمام وندعمهم مدى بنا لا عندها خيزانة بهذا المخطوط هذا ولا غيره عدنا الحمد لله عدنا اليوم الإمكانيات باش نطبعوهم ونحشفظو بهم يحبوا يرجعوا عندهم ورجعوا عندهم المهم يكونوا طبعاً تكون مجلس دافل عند المجتمع متشبع بها المجتمع سواء كان مجتمع جزائري ولا 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 لأنه شخصية هذا كان عالمي شخصية كان عالمي لما رحنا إحنا الإفريقية وش تلخزين تتعود زوين تتعود كان مستشار المال الكريم فيه كانوا حرب الفساد سمية القرية اللي كان سكن فيها بفانيسو باللغة للهوصة على أساس إنه نهى الفسد بها يعني إنسان ما هوش غير داعية ولا شخص كان إنسان فاتح مجاهد يعني شخصية قد ما نقولوا عليه قليل